المعاوين بالعاصمة الإسماعيلية وكنت تعرف السيل الغماري معرفة شخصية في صلاح الديل الغماري كان صديق الطفولة والأخت دياله أسماء والحخال دياله الحبيب المذي الناس اللي كان بغيوهم وكان حبوهم وعطاوا التقافة المغربية ودلوا مهرجان ديالسينما الشباب هنا في مدينة مكناس وكانت وكانت من السيلة كنت معنا حضر فالشي صلاح الدين من الناس اللي وفصلوا الفيكرة ديالكوفيد دياله باش يحافظوا على صحة ديالهم ELEM وكانو مغاربة كله متيبغي وكانت thereafter في فترة ديال المسائية باشي؛ إسنتو كما يالستيوصل الكلام ديال الحكومة كانت يوصل الكلام ديال الدوزهم كانت يوصل الصحة كما يحددون كانت يوصل الكلمة اللي تشافه المغاربة وتخافو على رأسهم في نفس الوقت، هذو المغاربة كلهم كانوا معنا شعبة من النصر الأمر كثير من عشر على الف شخص ركينا هنايا أو أكثر للحساب كلهم جاوي لحظات الأخيرة اللي وفات صلاح الدين غماري في مراسم الدفن بزايد أن العمل صفرت جميع الوسائل اللوجيستيكية الأمن موجود قوات مساعدة موجودة السلطة كينين بلانس حالة مكانت إغماء دي الصحفة جاوب من جميع أنحاء المملكة كاملين الناس كيشوفه ذب حاليا كيشوفه في الداخل المغرب وخارج المغرب المواطني اللي جاوب نرى ماشي كلهم كان صار كيني جاوب ضرب من رباط لجاوب المحمد لجاوب فاس لجاوب أنا أصدقاء دي اللي يعمل المدن اللي جاوب شكرا أشغد نقول لكم فقدنا واحد الإنسان طيب إنسان مخلص المدينة دياله ومخلص الوطن دياله إنسان اللي اعطى السئل كتير من اللي كان نشوفه في القناة نتعدو زي كان مقاون تسننا الأخبار حتى تيبن كي يوصلنا داكسي اللي بغينا يوصل عندنا إنسان الفصاحة عنده في اللسان دياله إنسان اللي سفنا في الجائحة في الحظر الصحي أنه كيف سر كيف سر داكسي بوضوح بداريزة كيف يقدر مطلوق إنسان اللي دا بفقدناه الصحفي ممتاز من الترز اللولى إحنا كان نفتخروا به في مدينة مكناس والبرهان هو هذا الزمهور الكبير اللي كان هنا اللي كانتشوفه هو موكب زنائزي كبير ما هو لا برلماني ما هو لا مستصر ما هو وزير وليني سوفوا هذا الزمهور لهذا الكبير اللي زي على قبله بس يسوفوا بس يودعو الوداء الأخير فالحقيقة قف هنا أنا تفاس بنتي في قد نمزز الليل فقط الززل الليل كانتشوف فقف هناك صاحبك لم تتحسبني كان حلم في الحقيقة فالصدماء ذاتنا صدماء صدماء لدينا مكان ساكل ومكان ساكل امرض صدماء السلام عليكم صراحة الموسي سي صالح الغماري صدماتنا لحد درجة اللي ما تصورش أنا ديك سمعت الخبار في الصباح ما تصورش الدموع دينا ما بغواش يحبسوا لي بقى فيها السيد كأنه واحد من العائلة جالي لأ بقافية ما اي حاجة جيت نقولها ما غديش تعبر على صدمة ديالي ما غتعبرش على كيفاش السيد بقافية لا اله الله محمد رسول الله الله يرحمه ويستعليه اه الله يجعله مع الصديقين اه الله يجعل متوهل جنة والله يصبر العائلة دياله وحنا جينا باش نحضروا لجنازة دياله سبحان الله شوش حال ديال الناس كيبغيوه مع رشنه غادي نقول لا اله الله محمد رسول الله محمد رسول الله